على خلفية المجزر التي شهدتها ساحة التحرير الثلاثة دعت مفوضية حقوق الانسان السلطات الى اعداد مشروع قانون سريع لتشكيل محكمة خاصة بمحاسبة المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين دعوة المفوضية جاءت بعد انتشار فيديوات توثق استخدام القوات العراقية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات ساحة التحرير شددت المفوضية على مطالبة الحكومة ورئاسة الجمهورية باعداد مسودة قانون وارساله الى البرلمان بشكل سريع لانشاء محكمة خاصة لمحكمة المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين واذا ما شكلت مثل هذه المحكمة سريعا فانها ستبعث برسائل ايجابية للمتظاهرين ستضع حدا للإفلات من العقوبة والاستجابة لمطالب المتظاهرين بشكل سريع واضطر المتظاهرون بعد حلول الظلام الى مغادرة ساحة التحرير باتجاه المناطق القريبة من الساحة وسط استمرار اطلاق النار والغاز المسيل توجههم من قبل قوات الامن التي وصلت عمليات ملاحقة بعضهم في المناطق السكانية وبالرغم من اعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فتح تحقيق شفاف الا ان المرصد العراقي لحقوق الانسان يؤكد ان القوات الامنية ما زالت تتخذ من العنف منهجا ثابتا ضد المتظاهرين واذا استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين تتصاعد الدعوات النيابية لعقد جلسة برلمانية خاصة تستضيف قادة الاجهزة الامنية للوقوف على ملف الاغتيالات بحق الناشطين المدنيين ودعت الحكومة الى محاسبة كل من اعتدى على المتظاهرين اشتركوا في القناة